الشبهة الثانية اللي بذكروها كلامه آه ذاته ونحن ذاته ما في داعي نرد عليه لكن بيلبز عليه كثير من الناس من المساكين دارين ننقذون إن شاء الله قالوا يدتوا من بدري ما قالوا الكلام دا ما بتقولوا بس تقولوا الفترة دي تطبلوا تطبلوا لما نواحد قال ما تشيلوا يكون دلوك بعد دا نحن ابتعنا الدلوك ونحن الورقم بنحارب دلوك ابتعشنوا قال دلوك قال كلامنا دا جماعة ما جديد عدم الخروج على الحاكم وعدم نصح الحاكم في الملأ وعدم وعدم الكلام دا جماعة ابن جديد ولا دا قديم بدري ابن أقوله انت بس كنت نائم زي انت مبتع فتن بتظهر في الفتن كلام دا من بدري خش الجامعات دي أسأل دي سنوات وما سنوات دا من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صيح مسلم من رواية عوف ابن مالك الأشجر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا ننابزهم دا لفظهم كذلك أفلا ننابزهم صحاب الشجعان أفلا ننابزهم قال لا قال لا دا ما مزم الفقير ولا وكراداب ولا شهاب عوض ولا محيي الدين ولا بشوق ولا والدناير ولا جنك لك قال لا دا الرسول انت خليك شجاع قولوا الله يا محمد يا ابن عبد الله كلامك ما بينفع معان يا رسول الله كلامك ما بينفع معان شان احنا نعرف دربك وين انت قعد تتلولو واحد لقيته عمره قريب تمانين سنة ركب معايا وقعت الله يجاوز عنه إن شاء الله يكون فيه خير ركب معايا قال لي والله يا ولدي تشبه لي أخو مسلم في اليوتيوب والأيام دي أنا باونس فيه وعمك باونس تشبه لي أخو مسلم قال لي في اليوتيوب والأيام دي دافعنا الحكومة دي ساي هل تما يا هوا قال يا حاج أنا ما أخو مسلم أنا ضد الأخوان مسلمين يا حاج والله قال لي من صوتك البجرد يا هزاته الديني رغمك الديني رغمك قال نزل مني يا حاج نحنا ما أخوان مسلمين يا حاج ولا تبين لكن دماء حكم شرع يا هم هس بكرة هاك أنا أخوان مسلمين مشو جوحز بالتحرير ما سكوه برضو قلنا مبجوز الخروج لو غيرنا رأينا شغل سياسي صاح ولا ما صاح وده ما رأينا أصلا دحوكم شرع أها لو قلنا مبجوز يطلعونا برضو حزيب تحرير لو جوبتها عن الخروج لا في من باكستان ركوا في السودانين ومساكوها قلنا مبجوز الخروج برضو يطلعونا جماعة تبليغ يا أم دحوكم شرعي ديها حاديث أنا ما عارف الناس ليه بتلولوه كذي ديها حاديث الترامية فينا ليه وانحنا قدرة الله يتقبل قدرة وجاهزين ليك تتعال واجهنا كذي واجهنا عديل كذي ركش ليه جانبو أنا شوف الحاصل لكن ما تكورك ساي من بر ولا تحاول تلبس على الناس وتدغدق على واطفهم وتتلولوه مع السنة ومع الأحاديث ومع الآيات ومع النصوص قال وشرار أئمتكم داير كلام أكثر من كي الذين تلعنونهم تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا ننابزهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة انتهى الكلام ما في حاجة نمرة ثلاثة قالوا إنت عمركم دا كل بتحاربوا في الصوفية ما عمك دا قال أنا صوفي تحلوا كيف وديها جماعة الرد على براحة ماذا رجوط ذاته ولا فيها ملاوز ذاته نحن مراعي الأحكام الشرعية قال شيخ الإسلام يتيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى قال والإمام أحمد في الجزء السابع كتاب الإيمان قالوا الإمام أحمد كان يرد على الجهمية بل ويكفر الجهمية ومع ذلك لما صار الإمام جهميا صار مع ذلك يصلي خلفه ويجاهد معه إذا أمر بالجهاد ويراعي أحكام الراعي والرعية ولا يخرج عليه الجهمية دا الكفار عديل كذلك الناس بيقول القرآن مخلوق القرآن ما مخلوق كلام الله وناس بإنف صفات الله سبحانه وتعالى يصادم القرآن وناس بيقول القرآن الإمام معرفة عرفتها الله قالوا عقيدة قال شيخ الإسلام عن الجهمية عقيدتهم أن الإيمان معرفة فمن عرف الله فهو مؤمن وإن سب الله وإن سب رسول الله وإن وطئ المصحف بقدمه أو بقدمه فهو مؤمن وإن قتل نبيا من الأنبياء ابقى منهج كفري منهج كفري ومع ذلك لما غرروا بالمأموم وجعلوه معهم ليوبقى شنو مع الجانب وبعزب في الإمام أحمد جهمية دير وبعز دا الإمام أحمد ما مش يسو خطبة ولو سو خطبة كان بهي يجا الأمة كلها لكن بعد دا صبر ويعزبوه ويجلد فيه بعد دا ما قال أو يا ناس لنحربنا مع الجهمية دي من بدري وأسي تراهو المامون دا بيقى جهمي وده منهج كفري إذن هو كافر إذن نخرج عليه إذن كذا كذا نحن الصوفية ما صالحنا وتقال صالحنا صوفية ليس بيننا وبينهم ما صنع الحداد بعد نحن نرد عليهم إلى يوم الناس هذا ما خرجتوا ليه لأنه دي الأحكام وبينا واضحين في منهجنا وما غيرناه والليلة وبكرة إن شاء الله وإلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وده الكلام والكلام يطول بعدين نقطة أخيرة الناس زي اللي إذا بيتكلموا باسم الدين تراهو بتاعنا الدنيا دي طافشين بتاعنا الدنيا واحد ما رقى هناك واحد بيرقص بغادي واحد بيرسل من هناك واحدين وين مظاهرات في أمريكا سودانية واحدين في كندا واحدين في المهم في دول ومن بعيد دي اللي بتاعنا الدنيا طافشين أصلا وبيرجفوا طافشين ما بيقدروا يجو خاشين لكن اللي بتكلموا باسم الدين ويتلولوا ناس محمد الأمين إسماعيل وناس عبد الحي يوسف عبد الحي يوسف والجماعة دي كلهم وناس بيجايدة آدم برايم الشين وبيغادي واحد تاني اسم محمد علي الجزولي والجماعة دي كلهم انتوا ليه بتخلوا الأصل الأصيل تخلوا الأمر العظيم أمر التوحيد ليه بتخلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما انجى مكة ويلدوا في مكة وجب الدعوة أول شي بدبوا حارب الحكام بتاع مكة الكفار وحارب الأخلاق ما هو يقول لك قضية أخلاق حارب الأخلاق ناس بنات بيتفنون حيات تقول ليس حرية بيتفنوا البيت حيات عاديل كذي بيتفنوا التر بيترموا قدامهم ربا شغال عشان ما تلولوا ربا موش سرقة ولا اختلاس ربا عديل شغال بيه راياته خمر معلن شغال رقيص وتبرج وفساد ده كل الرسول شايفه صلى الله عليه وسلم بيعينه هل حارب ده أول شيء ولا في وزير ولا في مرات حاكم ولا في مسؤول ترى هو بطبلوا ليك في الفيسبوك شجاع ويتا تستاهله وبكرة تلبس ليك شكة كذي دي وقاش وناي وتجي وبالايف دار تمسك البلد ياهو ديته والله ربيكة ما تمسكه ياهو كذي بيطبلوا ليك كذي ده اللي بيطبلوا ليك لكن إن مسكت شغل التوحيد ده الرجال الجد من تمش صوف يديك حكاز بعيجاي وعوقوك بيغادي وتردوك بيجاي وأبوك في البيت ساوي معاك شمطة وامك تقرب تطردك ومرتك تقرب كل يومين تمشي تلحقه في بيت النسابة ياهو الشغل دي والشافع تعبان ابكليك واللبن وياهو الشغل بتاع التوحيد ده ياهو المر ده ياهو المر ما لقين ناس بيشكروا في داعي التوحيد لكن الليلة اللي بتكلم في المظاهرات وهيج الناس وعلى منهج الخوارج وعلى منهج يخالفوا دين الله تعالى الناس ياهو بتمدح فيه امدحوا تب وابقوا وراه وبعدين بنشوف يوم القيامة الحق مع أمنو ومنشوف العاقب الأمنو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير